ده منك ممدوح عبدالعليم ليه أثر فينا كده سستار أنا رأي ممدوح لأنه أحد الفنانين الجيل اللي اتظلم ورغم الظلم وهقولك ليه الظلم لكن قدر يطلع من عنق الزجاجة إيه الظلم أنه ظهر الجيل ده اللي هو فيه ممدوح فيه شام سليم فيه شريف مونير وأكيد أسماء أخرى بالذول اللي أنا أفكرهم دلوقتي كان قبلهم مين على طول أحمد زاكي عادل إمام طبعا وأحمد زاكي ومحمود عبدالعزيز وحسين فاهمي ونور دول ومحمود أسين دول كانوا الأبطال الجيل ده عايز يبقى بطل طيب كان لسه أحمد زاكي لسه نجوم نجوم طيب السينما كانت فيه صعوبة أنه هم يرهنوا بيهم على البطولة وهناك أبطال لا يزالوا جاذبين في التوزيع القرجي والدخل وعشان كده حفروا في الصخر يعني ممدوح عبدالعليم حفر في الصخر عشان يبقى ممدوح عشان يبقى ممدوح في الآخر ممدوح عبدالعليم خريج سياسة وقتصاد وهو طفل بيمثل دخل ازاي في التمثيل وهو طفل كده أظن كت ماما سميحة هي ماما سميحة دي ممكن ما عرفش أنت أكيد ما تفتكرهاش بس الست دي ست رائعة لا أرحمها نعم ماما ناجوة لا هي ماما سميحة أسبق من ماما ناجوة ربنا يدي الماما ناجوة لعمر والصحة وتظل دائما جميلة تنتعنا هذه السيدة والمزيع العظيمة ولكن كانت ماما سميحة هي اللي مسكة برامج الأطفال في التلفزيون فهو أحد أبناء ماما سميحة فهو طفل جزاب شكله حلو عينه ملونة ودمه خفيف وجرؤد بسرعة وعنده حضور وعنده حضور معكد فأصبح طفل جميل محبوب جواه أيضا متفوق بدليل دخوله في أحد الكليات بيسموها كليات القمة ودبالك فمعلانه كمان أنه زاكي وبيزاكر كويس ثم وأكيد أهلك ونعايزينه يبقى سفير مثلا أكيد يعني أنا أتصور كده كعدة البيئة المصرية لكن حبه للفن هو اللي خلاه في الآخر يتوجه مامدو عبدالعليم عمل بطولات درامية وعمل في التلفزيون والسينما وترك مساحات كبيرة بطل من ورق شوفي قد إيه كان عظيم فيه الحب وإشاء أخرى بطل مرقى ده كان نادر جلال ليالي الحلمية ليالي الحلمية الحب وإشاء أخرى من المسلسلات الرائعة مع أثار الحكيم كان دويته كده جميل مع أثار سامعهوس أنا بعتبره قناعتي أنا الشخصية لما تقوليلي فيلم استعراضي غنائي فيه قدر من الاجتمان فيه روح فانتازيا فيه حالة إبداعية لا تنسى أقولك سامعهوس هو ليالي علوي كان مهر عوادي الكاتب وشريف عرفة المخرج من أروع من أروع وظنني أنه ممضوح سهم في الإنتاج كمان يعني يأنتج تنزل عن أجره أو أجل يعني حصوله على أجره بعد عرض الفيلم يعني إلا يأنتج يأنتج